طيب من ضمن القضايا فكرة تقسيم المحاور بحيث أن الأمور تبقى كل حاجة وغدى حقها في النقاش وكل حاجة تكون ماشية حسب اهتمامات الشارع المصري إزاي مش هنقدر نقول أن في قضية قد تكون أهمة من التانية لأنها مدام بتهم جزء من المجتمع بتهم الجميع بشكل أو بآخر لكن نقدر نقول أن التعامل مع الأزمة الأقصادية التعامل مع الدخل إزاي نقدر ننتج بحيث أن نقدر نطلع على ناتج قومي فالوضع يبقى أفضل أعتقد ده ممكن يكون بيمثل نسبة والنسبة ببيرة كمان أه طبعا إحنا التلات محاور اللي بنتكلم عنه المحاور السياسي موجود من ضمن نقاشاته مثلا المحليات ومشاكلها الأحزاب السياسية مباشرة الحقوق السياسية النقابات فبالتالي إحنا أنت بتغطي بشكل كبير جدا في المحاور دي كل القطاعات المتعلقة به الشأن السياسي ويمكن برضو نتيجة الحوار خلال الفترة اللي فاتت دي لما سيد رئيس الجمهورية رحب بمسألة الإشراف الكامل القضائي على الاستحقات الانتخابية القادمة بيدي لك الانطباع العام أنه التوصيات أو الأفكار إحنا قلنا أنه إحنا مش جهة تنفيذ كحوار وطني لكن في نهاية التوصيات طالما قابلة للتطبيق المانع فكان فيه تحرك من رئيس الجمهورية والحكومة أن إحنا إزاي نشوف نطبق الإشراف القضائي الكامل البرلمان برضو حيتصدى لهذه المسألة عشان يشوف لو محتاجين لأي تعديلات مفيش مانع عندنا المحور مثلا الاجتماعي فيه قضايا مهمة جدا الهوية المصرية وكافية استعادتها وبناءها مرة أخرى الشباب القضايا المتعلقة به الأسرة دي طبعا كلها أمور في المنتهى الأهمية عندنا في المحور الاقتصادي عندنا طبعا الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي الاستثمارات الأجنبية أو الوطنية عندنا الأزمة الاقتصادية عندنا الموازنة عندنا خطة الحكومة لمواجهة الأسعار يعني عندنا محاور مهمة جدا تغطي يعني كل احتياجات المواطن وملفاته المهمة جدا اللي كنا بنشوفها خلال الفترة اللي فاتت دي وكان فيها مشاكل كتيرة جدا دي القيمة بقى عندنا حوال 113 موضوع جم برضو من خلال التوصيات أو مقترحات المواطنين أو التيارات أو الخبراء فبالتالي احنا بنتكلم على حوار شامل يجمع الجميع تحت مظلة ازاي ان احنا ندفع بعجلة الانتاج ازاي ان احنا نقدر نحقق للمواطن الحياة الكريمة اللي بقيت منهج حياة بيدور عليها دلوقتي في كل المشروعات اللي احنا بنشوفها على الأرض الواقع